منذ فترة ليست بالقليلة عدة أشهر تقوم قوات لامن العراقي بمختلف صنوفها بعمليات استباقية في مختلف المناطق التي تعتبرها قوات لامن العراقية مناطق قد تخرج أو قد تكون ذات نشاط إرهابي أو تنشط فيها الجماعات الإرهابية خصوصا في المحافظات التي تقع بالقرب من الشريط الحدودي العراقي السوري وهو ما تم اليوم أيضا استكمالا لتلك العمليات السابقة قامت قوات لامن العراقي بعمليات استباقية متزامنة في ثلاث معافظات في قضاء الرطبة في محافظة لمبار وكذلك في حوض الثرثار في محافظة صلاح الدين وأيضا في منطقة الحضر في محافظة نينة ومن أجل ملاحقة عناصر تنظيم داعش في تلك المناطق وكذلك القاء القبض على من يمكن القاء القبض عنه أو قتل الآخرين أو حتى تدمير الأوكار التي يختبئ بها هؤلاء الذين يقومون بعمليات إرهابية بين الفينة والأخرى وكذلك يستهدفون قوات الأمن العراقية وكذلك المدنيين على حد سواء في مراكز المدن هذه العمليات الاستباقية العنصر الأساسي والأهم فيها هو حرمان عناصر تنظيم داعش من القيام بتلك الهجمات الخاطفة التي كانوا قد دفذوها قبل قرابة الشهرين من الآن في محافظة ديالة وكذلك في مناطق متفرقة أخرى من العراق خصوصا تلك التي تقع بين قريم كردستان وكذلك بقية المناطق العراقية من أجل تأمين هذه المناطق بشكل كامل وكذلك منع حدود مثلها هجمات بالإضافة إلى هذه العمليات العسكرية الأمنية الاستباقية التي تطلق بناء على معلومات استخبارية توفرها مختلف الأجهزة الأمنية في العراق هناك كذلك أيضا نشاط واضح وملحوظ على الحدود العراقية السورية قوات الأمن العراقية أكدت بأنها قد بدأت ببناء جدار فاصل بين الأراضي العراقية وكذلك السورية تم إنجاز 80% من هذا الحاجز أو المانع الترابي وكذلك حواجز من الأسلاك الشائكة وكذلك نصب أبراج متطورة بنواظير حرارية كل هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الوضع الأمني وكذلك منع عناصر تنظيم داعش من الحصول على الإمدادات وكذلك انتقال مقاتليهم بين الأراضي العراقية والسورية ذهابا وإيابا يعني بيان قيادة العمليات المشتركة لم يحدد أعدادا لمن تم سواء من تم القبض عليهم أو من تم تصفيتهم فهل هناك أي بيانات خاصة بذلك وهل هناك مشاركة من أي من القوات يعني غير العراقية مع القوات العراقية في هذه العمليات يعني هذه النقطة مهمة جدا قوات الأمني العراقي أكدت بأنها لم تستعن بأي جهة خارجية خصوصا على مستوى الغطاء الجوي كانت قوات الأمني العراقي في فترات سابقة تستعين بالتحالف الدولي من أجل تنفيذ بضعة ضربات منتخبة على أهداف محددة في مناطق العمليات التي تنطلق فيها القوات الموجودة على الأرض لكن في هذه العملية لا يوجد من هناك أي اشتراك من قبل قوات التحالف الدولي بل الاعتماد على الطيران أو طيران الجيش العراقي فيما يخص طبعا تفاصيل العملية الأمنية ستكون هناك عادة بيانات بعد انتهاء العملية الأمنية توضح من خلالها قيادة العملية المشتركة عدد الأهداف التي تم تصفيتها وكذلك ما تم تحقيقه بشكل أكثر تفصيلا خلال هذه العمليات التي تنفذ في ثلاث محافظاتنا العراق شكرك شكرا جزيلا مصطفى القطان مراسل الغد كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد شكرا جزيلا مصطفى القطان مصطفى القطان مقالية